اسمعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ هذا الذي تصلت عليكم منذ قليل وقلت لك أعطيني عنوان الكتاب في صحيح مسلم وصحيح البخاري طيب يا شيخ أبدأ برواية صحيح مسلم ها طلعت أنت الرواية نعم ها باب جواز الغيلة وهي وطع المردع وكراهات العزل جيد يا الله تفضل حدثنا حدثنا رواية لشك صحيحة لقد هممت أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم جيد ماذا استفادت لهم؟ يعني الشيخ هنا أراد أن أن يمنع يمنع المسلمين من أن يجامعوا زوجاتهم في فترة الغضاعة ثم ثم غير غير الحكم أراد أن شنو أن يحرم يمنع ثم غير أن يمنع الناس أن يجامعوا زوجاتهم في فترة الحمل ثم ثم انتهى عن ذلك أي غير الحكم جيد ما الذي منعه أن يغير لقد هممت أنها عن غيرتي حتى ذكرت أن الروم وفارس الروم وفارس حتى ذكرت يعني نظر إلى حوال الروم وفارس هو نبي أنتم تقولون ولا شنو هو نبي ولا شنو أكيد نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى مرسل من الله أو من الفرس والروم أكيد مرسل من الله سبحانه وتعالى طيب وين الله هو راح يلجأ لعبدة النيراني والمشركين بالله يا شيخ أنا طلعت على 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 بعض 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 الشروحات من من المواقع قالوا أن الوحي لم يكن ينزل كل مرة يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يوحي إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة هذه فضيحة هذه عود جوي رقع صح حقيقة لم أقتنع بهذا الجواب جيد يا الله يا الله جيد الحمد لله بشائر لأن هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قال أحسنت جيد جيد ما شاء الله ما شاء الله أحسنت وأيضا هذا يفتح لنا باب أن الإسلام نصف من الله ونصف من الفرس والروم طبع أنا على ما أعتقد أن أنه لا أدري إذا كان مضمون حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اقتداء باليهود وأهل الكتب أحسنت وورد فرس هناك رواية تتكلم عن الفرس قال من علامات الساعة الإقتداء بالفرس وهو الآن يقتدي بهم صحة الله أنت طلعت الرواية بالكتاب العندك مو طلعتها نعم طلعتها من صحيح مسلم جيد أيش رأيك الرواية برقم 1442 طيب أيش رأيك بالموضوع الشيخ هذه رواية لا تدخل العقل بصراح أنا شخص علمي أدحث عن المنطق في كل مكان يعني أحكم منطقي وعقلي في كل أحوالي ولكن عندما قرأت هذه الرواية لا أدري لم تدخل العقل أصلاً مشكلة مشكلة أن أصح الكتب فيها هكذا شي هذه مشكلة وتفتح باب جداً كبير تعرف شنو أقصد مثل صحيح البخاري صحيح مسلم أخوي القرآن هذه مشكلة يعني ما احترماتي إلك الفرض الواجب عليك هو أن تقتنع إذا لم تقتنع فهناك مشكلة بدينك كل من التوحيد إلى دون لأنك بدأت توجه الشك في دين الله الذي أخذ من البخاري ومسلم فقط لأن هم أعلى كتب يعني ما تقدر تلتجئ الغيرهم ما تقدر يعني هم جمعوا كل شي جمع ما في غيرهم ولا أحد يقول بالعصمة المطلقة يعني حتى لو فكرت تلجئ إلى غير مذهب لا يعتقد بالبخاري ومسلم فلا يقول بالعصمة المطلقة هذا فقط عند الشيعة فأيضا ستجد هناك أشياء تنسب إلى النبي يفعل كذا يفعل كذا يأخذ من الفرس يعني ما دام ما معصوم خلص إذا أصلك سؤال نظرا لما تعتقدون به أنتم أن لا عصمة له إلا في التبليغ ما المانع أن يلجأ إلى الفرس والروم صحيح يا شيخ في هذه المسألة ماذا تقولون فيها عندهم نقول هذا كفر نحن الشيعة نقول من علامات النبوة ركز شوفوا الكلمة هذه جدا جميلة من علامات النبوة أن تستعين به الأمم للعكس هذه من علامات النبوة يعني أنا حينما أؤمن بنبي متصل بالله واحدة من علامات يعني في كل وقت أحسنت واحدة من علامات النبوة أن الأرض كلها تستعين به تلجأ إليه هو الملاذ وما ينطق عن الهوى هو الملاذ أما أرى ملاذي وملجأي ذاهبا إلى عبدة النيران يأخذ منهم حكم بالحلال أنا أكفر بي أقول التمونة بتشذب عليه هذا هذا الوصني أنه أنت أنت في هذا الموضوع من يقول فيه غير أشياء أيضا ما رجعت للفرس والروم صح لو أنا غلطان يعني هذا هو صرح بي يقول لقد هممت عن أنهى فنظرت في رومي وفارس في ممكن ممكن غير أشياء أيضا سوى هذا الشيء ونرجع لهم لكن ما بلغني ممكن ولا مو ممكن ممكن ولا مو ممكن ممكن ما دام صدرت مننا مرة أولى يعني مو عجيبة تصدر مننا ثالثة ثاني ورابع وخامس ورابع وخامس وسادس مو صعبة عادي لكن ما وصلتنا روايات يعني مو بعيدة استعان بيهم بقضايا بالوضوء بالتوحيد طوله ستون ذراع كلتا يديه يمين عنده ساقي طلحها على الناء يعني مو بعيدة استعان بيهم جاب منهم عقائد مو بعيدة ليش لأن الأصل هو كان يلجأ في القضايا اللي يصير بها استعانة راح تقول لي عندك دليل أقولك ما وصلني لكن أقول مو بعيدة هذا قصدي يعني مو بعيدة لأن هذا هو تحدث عن نفسه قال لقد هممته يعني هو كشف هاي الحقيقة أما في بعض القضايا ممكن ما حاب يكشف حتى ما ترد أكثر من عشرين ثلاثين رواية إنه هو كان يجيب من الفرس والروم ويصير شوي الوضع لا يطاق صعب فهو أحراد يبيني لكم شي قليل هذا كارث هذا شون نبي ها شلون أنا أقدمه للناس أقدمه للناس بأي وجه بأي وجه والله يعني قولتها أن العراقين وجه أسود ومصخم يكون وجهي حينما أقدم للناس هكذا نبي أقدمه للروم الروم يقولوا لي من عندنا ترى نكاح المرضعة نكاح الغيلة أقدمه لعبدة النيران يشغل النار ويقول لي ها نبيك جاي منه أخذ من عندنا حكم أنا وانا ودي هذا وانا ودي أضحك بي على المسلمين الموحدين مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم في دول الخليج وغيرها واندونوسيا وهاية صلاة مراقبة إذن هذا صار نبي محصور بس بمجموعة من الناس يعني يا شيخ حسب فهمي هل هناك مشكلة في أحد الرواية أم صحابي الذي روا الرواية أم ماذا تعرف منه روا الرواية حدثنا لم أقرأ الله أقرأ دقيقة حدثنا خلاف بن هشام حدثنا مالك بن أنس حدثنا يحيى بن يحيى واللبظ له قال قرأت على مالك عن محمد عن عن محمد بن عبد الرحمن عن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية الأسدية خلص طلع جدامة منه كان الراوي هذه هذه عائشة أم المؤمنين رجعنا رجعنا تقولوا لماذا تحكي على عائشة أحر رجعنا شوف وين ما أروح تركض هي تركض وراي عن وان يركض وراها يشوف وين ما نرجع له عائشة وما أدراك مع عائشة يعني يا شيخ هنا على حسب على حسب تفكيري هنا ثلاثة احتمالات إما أن الرواية صحيحة والنبي فعلا قام بهذا الأمر أو أن مسلم رواية كاذبة أو أن الرواة فيهم خلل آخر نقطين ما مسموح لك بهم لأنه وطعم في كتاب صحيح مسلم وطعم في رواة مسلم وهذا صحيح لأنه لو لو سلمنا أن المشكلة في صحيح مسلم فهذا يفتح المجال على على مسرعيه لتحقيق في في كل روايات أحسد في كل الروايات تسمعني تسمعني أخي كريم أنت معي تسمعني أسمعوك يا شيخ أي أحسنت كلام علمي فإذا الطعن في صحيح مسلم أو في رجال صحيح مسلم ممنوع نرجع إلى النقطة الأولى وهي أن النبي قام بهذا الفعل أنا منطقيا لا أرضى أن أقول أن النبي قام بهذا بهكذا أمر طيب وما هو الحال الله مشكية يعني يعني في دين الشيعة ليس هناك رواية مثل هكذا لا ليش رغحت على دين الشيعة الآن ليش تريد شنود يعني تريد تقول لهم مثل ما أنتم عندكم روايات سيئة إحنا عندنا روايات لا يا شيخ أنا لا 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 يا شيخ أنا 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 لا أدين بهذا الدين يا شيخ أنا أسأل فقط لا أنت حاليا خليك مسلم سني مو واحد لا تسأل عن الشيعة الشيعة ناس كنت أدري بيهم مو من أهل الإسلام والتوحيد ليش تسأل هذا الإنسان من يكون في موقف ضعيف يبدأ يسأل غيرا يقول أنت ما عندك هذا الشيء يعني كأن أنا أتعرف يا شيخ كان مريدي حسس المقابل أنا في موقف جدا ضعيف لأني لم أجد حلا ولم تقن إجاء شروحات المشايخ خاصة النووي في شرحه لم أفهم شيئا يقول اجتهد الاجتهاد كما نعرف أنه للعلماء وليس للأنبياء الله 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 جيد من وين من الجزائر من الجزائر يا أهلا ومرحبا شنو اسمك الكريم سهين شاهين يا أهلا وسهلا يا أهلا ومرحبا أنا أخذت اسمك ومن وين أرى فيك الهداية عن قريب إن شاء الله عموما أمره صعب قليلا عفوا أمره صعب قليلا خاصة أن مجتمعنا كله على مده الإمام مالك إذا لا الآن أنت إذا وصلت إلى مرحلة التشيع بعدين الناقش الصعوبة وكيف التعامل معه هذا مو نقاش الآن أنت لي شون تريد التشيع طي لا أدري لا تدري قبل قليل قلت أنك لا تدين بدين الشيعة أعوذ بالله الآن لا أدري جيد خطوة سريعة لا قلت أدين بهكذا دين أنت قلت أنت تريد أن تقول أنتم أيضا تقولون فقلت لك لا أدين بهذا الدين يعني لا أتمنطق بهذا المنطق طيب فهو ماذا الحل الآن يعني لا يوجد حل لا يوجد حل وأنت غير من زاوية نظرينا لا يوجد حل يعني أنا أصلا قول المشايخ لا يقنع أنت واصلت مع مشايخ في منطق تيكو في موقع التواصل لا لا لم أسأل هنا إذا سألت إذا سألت إما أن يقول لك كما قال صالح الفوزان إذا ما سأله عن مراكة الجمل قال لا تبحثوا في هذا الأمر فحقيقة تعجبت لماذا لا نبحث لماذا لا نبحث طيب والنقطة الثانية إذا سألت أي شيخ إما يقول لك لا تبحث أو يقرأ نفس الشروحات التي وجدت في الكتب وهي الشروحات أصلا ما مقنعة ما مقنعة تعودنا إلى نقطة البداء مصيبة أسألك سؤال إذا كان مشكل في الروض أسألك سؤال نعم شيخ أنا أشعر أن هذه مو أول رواية في صحيح بخار ومسلم صادمتك هل هناك روايات غيرها التي طرحناها ما قبلها عقلك أو هاي أول رواية لا أنا كنت أسمعك من حين للأخر فشدتني حقيقة معركة الجمل فذهبت لأراجعها فإذا أجد العجب العجب عجب العجب طيب بالنسبة بالنسبة لنا أنت ما سألتني أنا أحب أن أتكلم بالنسبة لي أرى أن الحق فقط طريقه واحد عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذاك النبي المعصوم العظيم الذي يلجأ إليه الأنبياء معامة البشر الأنبياء يلجأون به إلى الله يتوسلون به إلى الله كما روى المستدرك على الصحيحين رواية آدم حينما توسل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رب اغفر لي فوجدت اسمه مكتوب على ساق العرش توسل توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اي نعم سيدنا آدم اي نعم لكن سيدنا آدم لم سيدنا محمد لم يكن خلق من بعد رأى رأى اسمه على ساق العرش الرواية الرواية مو في صحيح بخار ومسلم في المستدرك على الصحيحين والرواية صحيحة نعم عارفه ها تعرفها تحب تطلع الرواية يعجبك دقيقة دقيقة بما نوع اجينا على ذكرها آآ ليس ليس عندي كتاب لدأس اجاوي الانترنت اي نعم الانترنت هو بعد صار كتب عبارة عن كتب طيب آآ ماذا اكتب دقيقة 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 اكتب المستدرك على الصحيحين المستدرك على الصحيحين يا آدم ماذا يا آدم وكيف عرفت محمد الله عليه ولم أخلقه احتياج قاعدة بعد هذا ظهر جاي احتاجها هواي اي ممكن نشتري قاعدة طلعت لك اخ شاهين انت معي انا معك يا شيخ اي طلعت لك بعنوان استغفار ادم عليه السلام بغض النظر انا الرواية اعرفها موجودة فقط ادخل شوف الرواية يعني بسا ما عرف اي موقع لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب اسألك بحق محمد لما غفرت لي اي نعم فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم اخلق قال يا رب لأنك لم لما خلقتني بيديك ونفقت فيي من روحك رفعت رأسي فرأيت في قوائم العرش مكتوبا لا اله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك وقال الله صدقت يا آدم إنه لا أحب الخلق إلي ودعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقت هذا هذا حديث صحيح الإسنادي وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلام في هذا الكتاب الله يستعين به الأنبياء هذا نبينا فبذلك نقول هو أفضل من جميع الأنبياء أما للأسف ما يسمى اليوم أهل السنة يقولون أن النبي محمد أفضل الأنبياء كذب لماذا لأن موسى أفضل منه لم يكن لديه عصى عيسى أفضل منه لم يحي ويميت نحن نقول كما قال النبينا عندي ما عندي الأنبياء بل عندي ما لم يعطى أحد من الأنبياء فبذلك نفضله نقول أفضل العالمين شفت هاي الرواية شفتها لان سمعتها رواية شوان حلوة نعم نعم ما يقولون أنت ما سامح هذه أول مرة أطلق عليه خاصة بها توسل يعني رب الكفر رب الكفر عوذوا بالله توسل بغير إذن بالاستناد لهذه رواية يجوزوا توسلوا في الدعاء إياك أن تصبح من الشيعة المشركين انتبه فقط باللعب اياك أنتبه ركز على توحيدك احمي توحيدك اختاه احزاري احزاري أنتبه على توحيدك عجاب بداياتي شرك لا ما يصير يا شيخ ممكن تدلوني على بعض بعض الكتب لكي اطلع على هكذا رواياته يعني روايات تدين مثل تتكلم على أبو بكر وعمر وعائشة وهذه الأشياء نعم أي شيء بما أنني وصلت إلى هذه النقطة أقرأ أقرأ كتاب كتاب السبعة من السلف السبعة من السلف نعم أقرأ هذا كتاب شيعي أو سني كتاب شيعي لكن يتكلم على سبعة من شخصياتكم المشهورة أبو بكر وعمر وعثمان وعاش كتاب السبعة من السلف شكرا شيخ برك الله يا أهلا ومرحب ويأهلا وسهلا أهلا بك سلام عليكم وعليكم وعليكم السلام يا شيخ عذر من قضاء الاتصال تصلت بك منذ قليل يا أهلا بك أهلا ومرحب لم أفهم أخير إجابتك حول عائشة وإرضاء كبير عندكم في الروايات قلت ليست هناك روايات حول هذا الأمر اي نعم اي نعم هو هذا الجواب يعني أن دائما لم يروا لم يعلموا من خلال هذا أنا مجاوبة هذا أنا مجاوبة في اليوتيوب كيف نصدق روايات عائشة في صحيح البخاري ومسلم ولم ترد عن الأئمة عليكم السلام إذا تحب تسمع الجواب فيدك نعم شكرا فقط اكتب في اليوتيوب كيف نصدق روايات عائشة أمير قريش يطلع لك المقطع أنا أتكلم كيف نصدق روايات عائشة اللي مثلا سالم سبلان وهي لم تروى عن الإمام المعصوم كيف أنا هناك شرحتها شرحتها شرحت تفصيلي جيد نعم ياهلا ومرحبا عفوا شيء آخر سوف أعلن وتشيعي بإذن الله يعني أنت تشيعك الآن نعم شيخ يهلا ومرحبا أنت منذ متى تتابعنا منذ قريبا شهر 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 و أيام صوتك مو غريب علي يعني متصل أنت كثير صح مدافع ومناقش لا لا لم أدافع تصاته مرة سأدتك عن أحاديث انقلاب الصحابة بعد النبي وتصاته أمس بخصوص ليس أمس أول أمس أضح كتاب سبعمين السلف آه قريته لم أبدأ به بعد طيب شهد حق حققت أمس حول سيدة الزهرة طيب ما رأيك به صدمة 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 خطة عندما رأيت الرجل كماجستير في علم الله الحديث أو تفسير قرآن ماجستير الطماطع ماجستير لا يعرفون كيف أصلا كيف يبدأ المناقشة والحيواء خان الله شنو لزعلك بحلقة أمس يعني في موضوع فاطمة عليها السلام وأبو أنا يا شيخ منذ منذ السيار أعلم أن منزلة أهل البيت عند النبي وعند الله سبحانه وتعالى كبيرة منزلة منزلة منزلتهم كبيرة وعلم أنهم في التأكيد أنهم لم ينقلبوا بعد رسول الله والعياذ بالله جيد ما شاء الله جيد ليست هناك أي رواية أو حديث مكتوب أو لا أدري أنهم تخاصموا فيما بينهم أو انقلبوا على بعضهم أو انقلبوا على رسول الله طيب إذن على الأقل هم الأولى أن يتبعوا وليس وليس أشخاص آخرون لعانوا سبب بعضهم بعضا طيب يعني يا شخ بهذا الميزان طلقته طلقته في البحث وطلقته في طيب ألا ألا يعجبك قول أن فاطمة عليها السلام غضبت على أبي بكر كيف لم أفهم كيف يعجبني يعني هذا قول تبرير يقول أن فاطمة غضبت على أبي بكر فلا يوجد مشكلة كيف لا يوجد مشكلة وإن نذهب بحديث إن الله يغضب لغضبها طيب في صحيح في صحيح البخاري طيب هذا بالنسبة لأبو بكر عائشة شيء مخزي والعياذ بالله الله الله شيء مخزي والعياذ بالله الله أنا حقيقة لا أرضاه لعرضي لا أرضاه لزوج اسمعني عفو أنت اسمعني أي صوتك فصل أعد أعد كلام لا ترضاه لعرضك يكمل لا أرضاه لعرضي لا أرضاه لزوجتي والولدة رحمه الله والأخت كيف أرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر شيء في عائشة صدمك أكثر شيء صراحة عندما عندما خرجت من بيتها في معركة الجمل معركة الجمل من المدينة على ما أعتقد أو مكة إلى البصرة في مقاتلة أمين ومؤمنين وقتل بسببها الكثير 40 ألف هذه أول درجة نعم ثم بدرجة أخرى أحاديثها الجنسية كيف أنها كانت تكشف أعضاء أمام سالم سبل لأنه سالم سبل ورفست أمام أمام أبو موسى أشعري غير معقول أن رجل الرجل عندنا إذا تجاوز إذا تجاوز سن البلوغ يعرف كل الأحكام يعرف أحكام الغوصل وأحكام الجيمة وأحكام الأدري أوكي فبرجل عاشر النبي وعاش معاه أن يذهب إلى زوجته في بيتها اللي مثل أبو موسى لا شعري تقصد اسمعني اسمعك يا شيخ تقصد مثل أبو موسى لاشعري نعم هو لا يعرف أحكام الغوصل من غير معقول هذا الشيء غير معقول إذن ما تفسر ذهابه صعد غرامي أكيد موعد غرامي فعلا فعلا أقل شي أقل شي فعلا موعد غرامي المتصرين الذين يحاولون الدفاع عن عائشة أقل شي ينظرون من منظور أنه لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوتك يفصل أخي كريم تسمعني تسمعني أخي كريم يقول موعد غرامي أقل ما يقال في رواية أبي موسى الأشعري هو موعد غرامي فعلا والله العظيم كلامه فعلا تسمعني نعم يا شيخ أي نعم عفوا ماذا قلت لو أن النبي لو أن النبي كان حيا هل يترى هدى أبو موسى الأشعري يدخل على عائشة أي سؤال جيد طريبا على أنه كان غائبا عن المدينة مثلا أو لا أدري فهل ينتظر النبي أم يذهب أم يذهب عند رجل أو خليفته في المدينة علما أن النبي كان عندما يذهب إلى حروبه كان يستخلف من ورائه أحدا فهل يتركوا الرجال ويذهبوا عند النساء هذا الأمر لا يستفتح فيه النساء لماذا مثلا لم يدخل عند أم سلامة أو زينب أو وكلهن أمهات المؤمين ما اسمك الكريم؟ شاهين 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 من الجزائر إذ ذكرتك يا أهلا ومرحم يا أهلا وسهل الله يسلم يا أهلا ومرحم يا أهلا وسهل إن شاء الله جاهز تركب سفينة النجاة؟ عام يا شك قل معي على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تسمعني أخ شاهي؟ نعم يا شك قل معي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمد منزه عن العبث والفساد خالق كل شيء وليس كمثله شيء أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين وخاتم النبيين وأفضل العالمين وأفضل العالمين معصوم من قبل رب العالمين معصوم من قبل رب العالمين عن كل رجس وشيء عن كل رجس وشيء أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله وخير خلق الله بعد محمد وخير خلق الله بعد محمد وأحق خلق الله بمقام محمد بعده أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حججوا الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم لعنة الله عليهم الحمد لله رفع الله مقامك مع محمد وآل محمد صلواته الله عليهم بارك الله فيك يا شيخ في جنات الخلد إن شاء الله أنيئن لك إن شاء الله يا شيخ أنيئن لك ما شاء الله أنيئن لك يا شيخ بخصوص صلاة والعبادات أعلم أن يجب أن نبدل كل شيء أنت الوحيد الذي متشيع من ضمن العائلة الوالدة متوفية عندي إخوة والوالد الوالد شوية متشدد متشدد نعم من الممكن أن يهتدي إن شاء الله استبعد هذا استبعد هذا رقمك في واتساب نعم نعم طيب رح يتواصل معاك إن شاء الله الحاج أبو أحمد شكرا طيب إن شاء الله تعالى رح يتواصل معاك وأي شيء تحتاجه وإن شاء الله يعلمك وإن شاء الله تعالى الله يوفقك حاول أن تحافظ على نفسك قدر المستطاع حتى أو أنت ما شاء الله عليك واضح يعني عندك معلومات قوية يعني أعتقد حتى متعرف التقية عارفها نعم أي واضح مطلع ما شاء الله عليك أنا عندك معلومات كثيرة فلتعرض نفسك إلى أي خطر جيد إلا إذا شفت هناك مصلحة أن تتكلم في أن لا تتعرض إلى خطر يعني مؤذي والأمر راجع لك لك الحرية الكامل اسمعني طبعا الصوت عنده يفصل خطيئة عموما خير إن شاء الله شرفنا بك بأمان الله برعاية الله